منذ ظهورها على الساحة في اليمن تواصل ميليشيات الحوثي نشر الخراب في كل مكان لمجرد أنها أحد أذرع ما بات يطلق عليه بمحور المقاومة والممانعة الذي ترعاه إيران فمن الخطف والقتل والإخفاء القسري إلى عرقالة طرق الملاحة البحرية واستهداف السفن التجارية الدولية فضلا عن استهداف المطارات والبنى التحتية والأحياء السكنية ليستمر السلوك الترهيبي لهذه الجماعة وعلى ما يبدو فإن هذه الميليشيات الموالية لإيران تطمح لما هو أكثر من ذلك كله حيث تطمع بتغيير الواقع الثقافي والتاريخي وحتى الديمغرافي لليمن عبر إقدامها على استبدال النشيد الوطني اليمني الرسمي بنشيد ما تسمى بالثورة الخمينية وفقا لوزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني الذي حذر من التبعات الخطيرة لممارسة ميليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها وما تنوي القيام به من طمس للهوية اليمنية وترسيخ شعارات وطقوس دخيلة لم يعهدها المجتمع اليمني هذا الخطر لم يبقى حبيس الأخبار المحلية بل تداولته صحف ووكالات أباء عالمية كان منها صحيفة ذعر بوكلي البريطانية التي نقلت عن مصادر سياسية تأكيدها بأن الضابط في الحرس الثوري إيرلو الذي اعتمده الحوثيون كسفير لنظام طهران في صنعاء يتصرف كفرد من الجيش الإيراني وليس كمبعوث دبلوماسي وفي خضم كل ذلك لم تعد إيران تخفي دعمها للحوثيين بل أصبحت تتباهى بذلك علنا وكأنها تتحكم بالمنطقة متحدية القوانين والأعراف الدولية لغياب الرادع وتفرج العالم على ما تقوم به من نشر الإرهاب والخراب هكذا يقول مراقبون وأمام هذا الواقع المدمر لا يجد اليمنيون أنفسهم إلا في دوامة إرهاب إيرانية كبيرة تسحبهم نحوها وهم يحاولون الإفلات منها بانتظار أن يقول العالم الصامت كلمته بشأن ما يجري اشتركوا في القناة